السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر عاجل وآخيرا الرئيس تبون يظهر على الشاشة ويطمئن الشعب الجزائري عن حالته الصحية بعد تعافي عن وباء كورونا إليك التفسير صلو اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محويم ولبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد عصابني من وباء كورونا اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ورطفه في القضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء العلمان الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه ربما يأخذوا سبوع سبعين وثلاثة أسابيع أخرى ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قوايا البدنية رغضي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن فأنا أتابعه يوميا إن لم أقول ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أزل تعليمات إلى الرئاسة فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض اعترار حملة الانتخابية واليوم رأناه في النهار يوم بعد مرة سنة على انتخابي وأشكركم مرة أخرى على هذا إذن بالنسبة لانتخابات طلبت من الرئاسة أن يرونهم ويشوفهم على اللجنة هذه مكلفة بالانتخابات بتحرير قالوا الانتخابات الجديد ويكون غير واجد في أقرب وقت أتمنى عشرة أيام ويقول لهم 15 يوم ولكن في أقرب وقت باش منطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور بالنسبة الفيروس كورونا الحمد لله التي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة التي تنساهم في الخفاض هذا العدد بالنسبة للحياة الاقتصادية أعتقد أن الأمور ماشية ماشية والبيزانية 2020 ربما تظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه يعني أن لا يمس أي مواطن ليدخل ضعيف بدرائب جديدة بالنسبة بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة في الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض ما يجري ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه كنا ننتظر فيه ولكن الجزائر ما تزعزاش ولا ناخد مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله صالح سيد عبد الرحمن تعاليمي إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم فيها للناس مكروه ما حل بها عسر أو داقة متساء إلا ويسر من الله يتلوم بالنسبة الدخول المدرسي والدخول الجامعي الحمد لله الحمد لله أوصي فقط مرة أخرى بالأخص بعد سقوط التولوج والأمطار والبر أوصي سيد وزير الداخلية والولد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة المناطق الدر بالأخص بالأخص بالنسبة الوجبات السخونة والنقل المدرسي في الختام أتمنى إن شاء الله أن أكون بينكم في أقرب وقت وأسرع وقت وليس بذلك على الله بعزيز شكرا شكرا على ساعة صدركم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر تحية الجزائر السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة